زيادة الوزن والاضطراب العاطفي اوضحت الابحاث والدراسات الطبية الاخيرة ان هناك علاقة وثيقة بين زيادة الوزن والاضطراب العاطفي والتوتر النفسي عند بعض النساء حيث ان اي توتر نفسي يؤدي الى اضطراب مركز تنظيم الشهية في المخ والذي يؤدي الى عدم الاحساس ومن المعلوم انه في مخ كل انسان غدة اسمها الغدة السولامية تفرز الهلمونات وكلما زاد افرازها كان الجسم نحيلا وكلما نقص افرازها ساعد ذلك على السمنة وقد حاول الولماء عبثا التحكم في هذه الغدة التي تورث اثارها للاجيال والاضطراب في مركز تنظيم الشهية في المخ يؤدي الى عدم الاحساس بالشبع والاكل بشراها كما اثبتت الابحاث ان بدانة الرقبة والكتف ناتجة عن الشراها في الاكل وبدانة الاطراف نتيجة اختلاف الدورة الدموية والبدانة العامة سببها عصر في الهضم والناحية الوراثية وبدانة الجانبين فقط ناتجة عن كثرة الجلوس وبدانة الارضاف سببها اختلاف الهلمونات ويظهر ذلك غالبا بعد سن الخمسة والاربعين والله اعلم